كابتن عادل ألف مبروك فوز مهم وتأكيد تفوق النادي الأهلي في المباراة الأولى أولا مبروك طبعا سعودنا لدور المجموعات وبطولة أفريكا علشان توصل للنهائي لازم تعد بجميع المراحل والمراحل الأولانية دائما بتبقى فيها خطورة رغم توضع فرقة سان جورجو لكن أكيد بتبقى فيها خطورة أنا ما بحبهاش في البداية لأنها بتبقى جاية من بعد بداية موسم فيها مفاجآت فيها حاجات كتيرة بس ما كانش فيها علاقة بالنسبة لنا قبل المباراة بس أنا دائما بقول إيه المباراة الأولى دائما يمكن النادي الأهلي بقاله تلات سنين بيبقى عنده المشكلة في دولة المجموعات ليه؟ عشان بنبقى في أهم أوقات المباراة اللي هي لكاس العالم الأندي والحاجات دي حتى بس الموسم بيبقى مضغوط جميل جدا ولكن إحنا بدأنا بداية جيدة أنت لعبت سان جورجو سبع أهداف في مباراة الملعب عبتلعب على ملعبك ولكن الأداء كان مميز فعلشان كده أنا بقول أولا مبروك ثانيا مبروك للعيبة للعبة المباراة التانية لأنني بالذات أفشى والناس اللي كانوا بعيدوا عبدالقادر يعني كلما بيكون عندك حيرة جميلة أنك أنت تكسب مباراة وأداء مميز في اللاعبين ده هدف المباراة أصلا أنك أنت بتخلق المنافسة الجيدة اللي هي المحيرة للمدرب وبتبقى لصالحه أنك أنت بيبقى عندك عدد بين اللاعبين كويس أجمل حاجة عند المدرب أنه مايلعبش اللاعب التراري بيختار ما بين اللاعبين فدي مهمة جداً أحياناً بتبقى غزمن عنك بتعمل تكتيكك على لعبتك علشان هما دولهم اللي موجودين علشان ده المصاب وده مش المصاب الأجمل عند المدرب اللي هو يختار بأريحية ما بين اتنين كويسين طول ما أنت كويس وطول ما الفرقة عددها زيادة وفيها لعيبة كويسة يمكن فيه حاجة بس عاجة أرجع لها كلنا من أول للستوديو لما تكلمنا على حاجة مهمة أو اللي هي اللعيبة الأساسية واللعيبة الأحتياط هو إيه ميزة النادي الأهلي وليه النادي الأهلي بطل الدور دائماً مش هل حاجة واحدة بس عنده عنده حدد من اللاعبين كويس الدكا بتاعته كويس بس أنا عايز أسألك سؤال والفرقات هسألكت أيوة هتكلم مع الفرقات بين اللي بيلعب وبين اللي على الدكا بس سكت الأندية الكبيرة زي النادي الأهلي المفترض لو عنده خمسة أو عشرين لعيب في القائمة بتاعته سبتاشر قريبين لا لازم يبقى عنده أكيد النادي الأهلي لو قلت عنده 22 كويسين مقريبين لازم بيبقوا قريبين هي كده الأندية الأخرى اللي بتخسر الدوريات وما بتقديش كويس لأنه اللي موجود عنده لا صح أنا معك في 22 كويسين بس 22 فيه تباين أكيد في المستويات كابتان أيمن التباين بيبقى عند المدرب وطريقة لعب المدرب ولكن أنت كنادي يعني هو النادي الأهلي نجاحوا في قدارته كتير من دي أنه بيوفى لك يعني في أن دي ما بتقدرش تجيب العدد من اللعبين قليل يعني أنت الكرة صنعها دلوقتي أنت بتصنع كويس أنت كده دي أنت صانع يعني أو بتدي الأريحية للجهاز الفني إحنا مش بنتكلم دايماً كل مصر وكل مدربين مصر على فكرة يعني كل المدربين اللي تقابلهم في حياتك يقولك أفضل مناخ تشتغل فيه هو مناخ النادي الأهلي لأنه مناخ النادي الأهلي بيديك أهم نقطتين لمدرب على فكرة حتى المدربين اللي أجانب بيقوله كذلك إيه النقطتين اللي المدرب دايماً بيطلبهم أول ما يجي يشتغل أو بيحلم أنه يشتغل في نادي نقطتين بس استقرار الاستقرار وعدم التدخل ده رقم واحد رقم اثنين اللعيبة وكواليتي اللعيبة تقدر تعمل كل فكرك اللي انت عايزه مهما حصل يعني المدربين اللي برة كلهم اللي هما إحنا بنتكلم عنهم أفضل مدرب العالم عندهم لعيبة كويسة بيحلموا في التكتكس وهم بينفزوا لو أعتفتكر أنه مثلاً الناس يقدر يقول لي ميسي ارجع وقف هنا ولا ارجع هنا ولا أعمل هنا ما فيش الكلام ده اللعيب بيبقى عنده حرية وبيبقى عنده من المهارة أنه هو اللي يصنع لك الحدث فدي مهمة جداً انت بتجيب برضو خلي بالك لما بتجيب لعيب من بره بتجيب لعيب يناسب شخصية النادي الأهلي أكيد ومش يناسب كمان شخصية النادي الأهلي بس وهي ناسب الدور اللي بيتلعب فيه والضغط العصم اللي بيتلعب فيه هو الاختيار دايماً الاختيار الجيد أول نقطة بتبص عليها كلجنة انك بتختار اللعبين شخصية اللعب هيناسب النادي دا ولا لا زي المدرب فيه مدرب يقدر يلعب في المستوى المتوسط عندنا في مصر مدربين كتير كده ممكن تشوفهم جامدين قوي مع المستوى اللي تحت قوي اللي هم بيأي جاهد ويعرف يصنع لعيب ويجاهد ويعرف يوقف ويعمل لكن ما عرفش ياخد بطولة الحماس مهم جداً ما يخلكش تاخد بطولة الحماس زائد الفكر زائد اللي أنا بقول لك عليه ده انك انت تجيب لعيبة كويسة وتجيب لعيبة وتعمل ليحة جيدة هو اللي بيخلي النادي الاهلي دائماً الحمد لله لقيته بتمشي في الطريق الصحيح وهي الليحة ليحته انت ما بتتحشرش معي انت لما بتعمل خطأ بتبقى عارف رد الفعلية وده حاجة المهمة قوي مش زي أندية تانية كتير يعني مش هبقول أندية بالاسم يعني ممكن انت تكون اللعب أقوى من النادي لكن في تاريخ النادي الاهلي عمر ما فيه لعيب من ساعة ما قنشئ حد ما هيقفل ما فيش لعيب أكبر من النادي أكبر من النادي النادي اسمه أكبر من أي لعب صح هي كده قرة القدم كده فعشان كده النادي الاهلي دائماً هو اللي بيبقى الأقوى ودائماً ما شاء الله وإن شاء الله يكمل كده أنه هو اللي بيبقى الليدر ومن هنا جت جملة الأهلي فوق الجميع عشان الناس بس تفهمها صح عشان الناس مش فهم الموضوع عشان كده أنا بقولها فوق نحنا مظبوط فوق نحنا بتاع الأهلي بالضبط مش احنا مناش دعو بالأهلي لا 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 عشان كده بقولك أنا جت من هنا عشان بيفهموها غلط لا 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 هي جت من هنا جملة الأهلي فوق الجميع طبعاً فوق أي مصلحة لأي فرض جواه مظبوط حتى بص أحياناً كتير قوي في ولاده ممكن يزعلوا منه هي سنة الحياة ممكن أنت تزعل مني ولكن ما أقدرش إن أنا لو مصلحة النادي جنب قدام مصلحتي أبد مصلحة النادي وأجل زعلي وفي ناس كتير جاوي يعني ما يعني احنا مش عايزين نقود لكن عندنا الحتة بتاعت ايه اللي هو النادي أهم اللي هو مصلحة النادي يا نمرواح حتى لو أنت مختلف يعني يعني الناس دايماً تنتقد اللي هما بيشتوا شوية في ناس ممكن نجوم كبار وممكن يشتوا شوية ويعمل أي حاجة ده للعلم يعني جمهور الأهلي هو اللي بيزعل منه أكتر من إداراته وأكتر من أي حاجة فجمهور الأهلي يقولك مثلاً يقولك لا ده خارج يعني ده خارج النادي الأهلي مش أخلاقنا مش الحاجات اللي بتحصل عندنا رغم أنه ممكن يكون واحد ليه حق بس ما ينفعش أنك تعمل على الملأ عشان كده دي قوة النادي الأهلي أنا انتهست الفرصة بس تكلمت في الأمر ده علشان فيه شوية حاجات بتتفهم غلط كتير قوي عندنا والمهم في الآخر أنك أنت بتشتغل باستراتيجية عارف الخطأ عندنا بيبقى صح لأنه مش معصول أحياناً بس صحيح مساعد ربنا بيوفق طبعاً ما هو ربنا مبيت هو التوفيق على ربنا المرة واحد بس عارف أقول لك حاجة انت بتشتغل طبعاً وبتكتهد ولكل مكتهد النصير وتاخد بالأسباب وفي الآخر النصر رازمة من عند الله لكن اعمل اللي عليك وفي الآخر انت هتكسب ولا مش تكسب دي بتعطى الله يعني حلوة كبير